اشتركوا في القناة استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية مواصلة الاتصالات مع شركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة التجديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهون في حمايته توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية كما استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين وذلك لبحث تطورات التصعيد العسكري بقطاع غزة المزيد في سياق التقرير التالي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلانكين وزير الخارجية الأمريكي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة حيث أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط كما تم التبحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في قطاع غزة أعلم بسأل عبد الفتاح السيد أنا عارف أن أنت دي آخر محطة بجولتك الكبيرة وده جولت جميل قوي أنت بازلت واسمح لأقولك أن الأزمة اللي بيقول لبنطقتنا هي أزمة غير مسبقة بتحتاج مننا أن احنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتواءها ولحد من تلعيك لكن المهم أول ما نبدأ كلامي بنقطة في المطاعة الأيمية نحن نمتد ونرفض تماما المساز بالمدنين أي مدنيين وده موقفنا وده الدول اللي احنا حارسنا عليه خلال سنين طويلة جدا منذ انتفاقية السلام بين مصر واسرائيل وكانت مصر بتكون بدول إيجابي جدا جدا في كل الأزمات اللي اشتعلز احنا بنتكلم النهاردة على خمس جولات أو خمس جولات بين الصراع ما بين قطاع غزة وما بين اسرائيل مهم هنا أن نذكر حقيقة أمر فوتها الأهمية في الخمس جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الأرقاب اللي انا هقولها ليه وأنا نذكرها من بات ان احنا نبقى لإيه تأخرنا في حسن واجات حل لهذه الأزمة هيترتب على سقوط المزيد في خلال الخمس جولات دول سقط من الفلسطينيين اثناشر الف وخمسونية فلسطيني من المدنيين من الجائب الاسرائيلي سقط منهم الفين سباوية منهم الف وخمسونية اللي سقطوا في الأزمة الأخيرة اللي انا بقوله دي بيانات موجودة ومتاحة للجميع في مئة خص الأطفال أو المصابين أبني مكلم هذا سقط من الفلسطينيين مئة ألف مصاب ومن إسرائيل اثناشر ألف مصاب من الأطفال سقط 2500 تفل فلسطيني وسقط من إسرائيل مئة وخمسون تفل أنا بقولي الكلام دا دلوقتي معالي وزير الخارجية لأن احنا الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جداً ورد الفعل اللي موجود أتحسب أنه أتجاوز رد الفعل حق الدفاع على نفس مجالي بسرائيل ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 23 مليون فلسطينيين صحيح ما حدث في التسع أيام كان كتير وصعب مفيش كلام وإحنا ندين مفيش كلام لكن أيضاً لازم نعرف أن فيه أهبارة عن طراق من حالات الغضب والفرعية ترتبط على مدى أكتر من أربعين سنة أن مفيش أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أمل للفلسطينيين يمكن حد يسأل هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على إيجاد مخرج للأزمة الحالية احنا بيقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دية اللي ممكن يبقى لها تدعيات على منطقة الشرق الأوسط كله احنا بننزل جهدنا أولاً من احتواء الموقف وعدم نخلق أقراف أخرى إلى السعادة معالي وزير الخارجية بلينكين أنت تحدث لو قلت أنك إنسان يهودي وأنا اسمح لأقولك أن أنا مواطن مصري نشأت في حي جباً إلى جباً مع اليهود في مصر ولا بيكون أبداً يتعرضوا أي شكل من أشكال القبر أو أي شكل من أشكال الاستهداف وما حصلش في منطقتنا العربية والإسلامية إن تم استهداف اليهود في تاريخه القديمة الحديث يمكن حصل استهداف يمكن في أوروبا يمكن في أسبانيا يمكن في دول أخرى لكن في بلادنا العربية والإسلامية ما حصلش لها أنا أبدا دلوقتي وبسجيله هنا لأن المؤل اللي تشكلت في أعقاب الأزمة المؤلاء ضخمة جداً وإحنا محتاجين إن إحنا بتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم ومهم جداً جداً إن إحنا نخفض التوتر وأيضاً يسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة لأن النهاردة إحنا بنتكلم على قطاع محاصر لا في مية ولا في كهرباء ولا في مقود والنهار بنتدت في أزمة خبز تتباه أنا أقول لكلامنا لأن إحنا محتاجين نسمع كلام جداً من بعدين وإنتم موجودين هنا في المنطقة حشان أن تسمعونا إحنا المعنيين بالقضية والعالمين إلى حد الماضي بأزماء بالأزمات ديت لماذا قتل السلام ولماذا قتل ربيب ومين لقاتلهم؟ المتطرفين فنحن نحتاجين نعمل سوياً لأن عايزك شعر الترحلي ورحبك أهل المساعدة بالوضع للنفق وإن شاء الله يكون دقائمة ده فرصة كبيرة جداً جداً وقود دفعها إلى الهجاة حال للأزمة الحديثة نعم thank you very much mr president as always it's good to see you nei jean i wish it were under different circumstances please I come first and foremost as a human being. A human being, like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to define the words to describe them, but inhumane is a good place to start. We're determined to stand against. قائلا لحصول الكملات. ومن المنزل لحصول الكملات مختلفة بهمة وغيرها بها. نحن لحصول الكملات التي تصدرون مجتمع بهاء عملية مجتمع بها مجتمع بها. نضر حصل على الكملات فقط على التواصل بمثال على المجتمع بها. ومن المقال أن نريد أن نشأل الناس في طريق مجرمات المنزل ومن المنزل أن يكون من المنزل ومن المنزل أن نشأل الناس المصدرات في المواقع التي تحقق فيها أغريق are two paths for this region, and one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together, for common purpose and common benefit. That's one path. The other path is the one that is offered by Hamas. أجل أن أعطينا ذلك أجل أن تنظر أي مجال لكي يستطيع أن أجل أن نفسها من ربعاً ونهوام بإنسان إنه الضوء ربعاً المؤكسين هو لأننا نعمل جدًا وأن نعمل جدًا ومعاً على هذا الكرام نعلم أن هذا هو المعبور المجال في هذا المدينة المجال إنه تكتبه ما نتوقع فهمتهم كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من يوناز جاهر ستورا رئيس وزراء النرويج وصراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول التباحث بشأن التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة حيث أشار الرئيس السيسي إلى التحرقات والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه في ضوء التهديد المتزايد للأمن والاستقرار الإقليمية كما أكد الجانبان أهمية العمل الحثيث على وقف التصعيد وحماية المدنيين ومنع استهدافهم وإصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددين في الوقت ذاته على ضرورة دفع جهود التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني حيث جرت تباحث حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وقد تم التوافق في هذا الشأن حول تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف كما استعرض الرئيس السيسي نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة فضلاً عن دفع مصر إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك كان متابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية طرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع عاجل إحالة المسؤولين في موقع مدى مصر للتحقيق وأختار النائب العام في حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة وطلق المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصرية ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصدقية وأشارت الشكاوى التي تلقاها المجلس إلى أن الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير خارجية وكبار المسؤولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلا أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنيف الجبالي أن المجلس يتابعا كثب الأحداث الجارية في فلسطين الشقيقة بقلوب يعتصرها الحزن وعقول وعية للخطر الدامي الذي قد تتعرض له المنطقة بأكملها وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمات له خلال الجلسة العامة للمجلس بأنه من خلال المتابعة الضقيقة لمواقف المجتمع الدولي تجاه الأحداث فقد تكشف أن هناك أصوات ترغب في تشويه أنبلي قضايا العرب ألا وهي القضية الفلسطينية وأكد المستشار الدكتور حنيف الجبالي أن كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال هو حق مشروع كفلته أحكام القانون الدولية التي أقرت بالحق في مواجهة سلطات الاحتلال دفاعا عن الوطن وحريته وشرفه وشدد رئيس مجلس النواب على أن المجتمع الدولي ليس أمامه سوى اتخاذ خطوات حثيثة لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وختاما أكد المستشار الدكتور حنيف الجبالي على أن موقف الرئيس السيسي تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وأعلانه عدم تخلي مصر عن الأشقاء في فلسطين والمحافظة على مقدراتهم ما هو إلى تكسيد لما يدور بخلد وضمير كل مواطن مصري وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل أهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والتي تضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلية والذي أصفر عن سقوط الآلاف الضحايا والمصابين في كل بيت عربي حكاية مصرية في كل منطقة عربية قصة خالدة لبطل مصري مصر الحكاية والرواية وحجر الزاوية وعمود الخيمة حاضرة في كل المشاهد والمعارك وهي بطل كل المواقف مصر في السكة العينة الفلسطينيين بنقدم كل اللي نقدر عليه ومستمرين في تقديم الدعم لغاية ما ربنا إن شاء الله يأذن بوقف القصف وإن شاء الله زالت نظمة عن أشقائنا وأهلنا وأخواتنا في فلسطين مستمرين في دعم أخواتنا لأشقاء في فلسطين بتوجهات من السيد الرئيس وتحت مظلة وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النهاردة إحنا موجودين في أول نقطة التقاء لشاحنات مؤسسات التحالف فيه القفلة الأولى من قوافل التحالف المتوجهة لغاية أهلنا في غزة ولأنها الحصن المنيع للعرب لا تتخاذل ولا تتراجع تدعم طول الوقت مهما كانت الصعاب وحجم المخاطر دفعت من أرواح شبابها ثمنا للعروبة وجعلت من شعار مسافة السكة لفلسطين دستور عمل تاريخي هذا الدستور وهذه القناعة تنعكس يوما بعد يوم بشهادات عالمية ودولية كلنا نتضمن معهم وبندعمهم بكل الطرق وبكل السبن سواء مادية معنوية دايما القضية الفلسطينية هي الشاغل الأكبر لشعب مصر كل المستلزمات لأي بيت نستخدمها هنا في مصر أخواتنا في فلسطين إن شاء الله تكون يفادة لهم بإذن الله بنقدم العديد من المساعدات الغزاعية والعلاجية والملابس الشتوية والألحفة والبطاطين هو كمان بنقدم الإنسيام وأدوات الليواء للوصول لأهلين المتضربين بقطاع غزة ولأن الحياة عقيدة ولأن دعم أهل فلسطين أهم هذه العقائد انطلقت قافلة جرارة من 106 قاطرات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لدعم أهل فلسطين أكثر من ألف طن من المواد الغذائية 40 ألف بطانية 80 خيمة 46 ألف قطعة ملابس 290 علب الدواء تحت مظلة التحالف الوطني في أدبر قافلة متوجهة إلى غزة حاملة 50 ألف كرتون من المساعدات الغذائية لأهلنا المتضررين من الحرب في غزة كل مواطن مصري متضامن جداً مع أهلينا في غزة وفلسطين القضيات دي قضي يضنا وإحنا الحقيقة دي حاجة بنشوفها بالنسبة لنا واجب مش اختيار اتشرفنا طبعاً حياة كريمة بالشارك النهاردة في القافلة الأولى اللي طالعة والأكبر اللي طالعة للغزة بنشارك بـ 15 تيريلا فيها مواد غذائية سنديق غذائية ومواد معلبة بنشارك ببطاطين بلبس أطفال بأدوية وإن شاء الله القافلة توصل بالسلامة إن العروبة قدر وقدر مصر أن تقود هذه الأمة تتحمل عنها وتدافع عنها وتضعها موضع الأمان مهما كلفها الأمر ومهما كانت التضحيات تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد اليوم القائمة المبدائية لطالب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 متضمن أعداد المزكيين والتأييدات التي حصل عليها كل منهما وتباشر حالياً لجنة طلق طلبات الترشح والتي يرأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية لانتخابات يبشر عملية حصر نمازج التأييد التي حصل عليها عدد من المرشحين وكذلك فحصها تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة ثم إعلانها غداً استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الخامس عشر من أكتوبر 2023 بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من حزب الجيل الديموقراطي برئاسة الأستاذ ناجي الشهابي رئيس الحزب وثمن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة دور الحزب في مواقفه الوطنية ومشاركته السياسية مع الحملة وأضف المستشار محمود فوزي أن الحملة الانتخابية تفتح أبوابها لكل محب للمرشح وكل مؤيد يستطيع أن يعتبر نفسه جزء من الحملة الانتخابية والحملة الرسمية للمرشح تقدم نفسها لكل مواطن ومواطنة في مصر وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيمياً في عملها تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري وتعلن عن بدء طلقي طلبات آداء فريدة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية التقديم اعتباراً من السبت الحادي والعشرين من أكتوبر 2023 حتى الاسنين السادس من نوفمبر 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مدريات الأمن تقدم الطلبات بمعرفة مواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقايد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمدريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلم من الإدارة العامة لشؤون الإدارية يقتصر آداء فريدة الحج هذا العام على من لم يسبق له آداء فريدة الحج وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يستبعد من الصفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت يوجه منتخب مصر اليوم وديا في السابعة مساء باستدهى الزعب زايد بمدينة العين الأمراضية نظيره الجزائرية وذلك في ختام معسكره التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من التاسع إلى السابع عشر من أكتوبر الجاري ويسعى منتخب مصر للفوز ضمن خطة استعداده لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوتفوار بالإضافة إلى قوض تصفيات كأس العالم 2026